بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الاسبوع لكن بالتأكيد هيكون عندنا تفاصيل كتيرة متابعة مهمة جدا لانتصار الاهلي بالامس وفزة ثمين على فريق مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف واعتلاء رصيد الاهلي في نقاط الدوري الى 63 نقطة يقترب بنسبة كبيرة من صدارة الدوري بعد نهاية المباريات الموجلة خلال الفترة المقبلة وينتظر الاهلي موقع اهم جدا امام بيراميدز يوم الاثنين المقبل مباراة حاسمة وفاصلة في شكل المنافسة على الدوري العام عندنا تفاصيل كثيرة بخصوص هذا اللقاء ابرز اللقطات اللي رصدناها من خلال متابعة السوشيال ميديا بعد فوز الاهلي بالامس كمان هنتكلم النهاردة على طريق الاهلي للتتويج باللقب كان مبرامة بقية للاهلي كان مبرامة بقية للبيراميدز توقيت المباريات هل هناك منفسة عادلة في ترتيب وتوقيت المباريات المتبقية في شكل الدوري العام كل ده بالتأكيد النهاردة هنتكلم فيه بشأن كبير جدا او بشكل كبير جدا عشان نتكلم على شكل المنافسة حتى نهاية الموسي كمان النهاردة عندنا تفاصيل متعلقة بالسوبر المصري اللي خلاص تم الإعلان عنه بالامس من خلال الشركة المتحدة ومن خلال مجلس ابو الزابي والتحاد الكورة بإقامة هذه البطولة في الفترة من واحد حتى يوم 7 اكتوبر والمباريات تحدد موعدها بشكل رسمي نصف النهائي يوم 4 اكتوبر والفاينال يوم 7 اكتوبر خبر كان مهم جدا الحمد للان فرضنا به هنا في برنامج الترند قبل الإعلان الرسمي بـ 48 ساعة الكواليس اتخاذ القرار تحديد المواعيد لفرع المشاركة نهاردة بالتأكيد عندنا إطلالة مهمة جدا بشأن هذه البطولة اللي هتتلاعب على طول بعد السوبر الافريقي كمان في إطار الأحبار الخاصة والانفراضات المتعلقة بالسوبر الافريقي من هو الحكم المرشح لإدارة لقاء القمة بين الأهل والزمالك في السوبر الافريقي النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا عن دراسة لجنة الحكام للحكام المحترفين والمعسكرات اللي بيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية وقال هناك معسكر آخر للمحترفين قبل موعد اللقاء في المملكة العربية السعودية كل دي تفاصيل النهاردة هنعلنها من خلال برنامج الترند حلقة فيها كاوليس كالعادة ومش هنختم الإسبوع إلا ما يكون عندنا تفاصيل متعلقة بهذه المباراة الهمة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نروح بسرعة لسؤال حلقة النهاردة والنهاردة عايز أعرف رأيكم في أداء الأهلي في مباراة الأمس أمام مودرن سبورت ومن وجهة نظركم مين كان أفضل لاعب في المباراة تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات قناة الأهلي عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قادر من أراءكم على أداء الفريق ومين ما نقف زماتش من وجهة نظركم رغم أن بالأمس تم منح الجائزة لكريم فؤاد ولكن فرصة كمان نسمع رأي الجماهير من خلال سؤال حلقة النهاردة من برنامج الترند لكن دلوقتي نروح لأهم العنوان البداية في ترند الأهلي لا وقت للراحة الفريق يستعد لمواجهة الألمونيوم في كأس مصر وفي الترند المحلي طبيب المنتخب يكشف موقف كوكا من المشاركة في الأولمبياد وفي الترند العالمي ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش نروح لاستعراض مباراة اليوم والنهاردة راحة من المباراة المحلية ولكن عندنا مباراة ودية مهمة جدا لمنتخبنا الأولمبي في آخر المباراة الاستعدادات الخاصة بأولمبياد باريس لابوا مع أوكرانيا من يومين وتعادل واحد واحد والنهاردة الساعة ستة منتخبنا الأولمبي هيلعب مع العراق في إحدى الملعب الفرعية في مدينة بوردو ربنا وفق منتخبنا الأولمبي النهاردة مش هقول في النتيجة ولكن يقدر يعمل مباراة جيدة فنيا يستفيد ميكالي بهذه المباراة قبل خود مباراة الأولمبياد أمام أسباكستان والدومنيكان ومنتخب أسبانيا أيام 24 و 27 و 30 من الشهر الجاري طيب نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأهبار والكواليس في فقرة ترند ترند يمكن في الساعات الأخيرة كان فيه تفاصيل مهمة جدا متعلقة ببطولة السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة ويمكن الحمد لله يمكن هنا احنا بنحاول قدر الإمكان مش أقول نسبة بخطوة بس بنحاول نقدم معلومة هو دور الإعلام أو دور الصحفي أن يبحث عن المعلومة بيكون حلقة الوصل ما بين المصادر والمسؤولين مع الشرع الرياضي أي قرار أي موقف أي بطولة أي تعليق أي شيء بيبقوا حلقة الوصل ناخد المعلومة مجرد من أي انتماء ومجرد من أي وجهات نظر وننقلها لحضراتكم وإحنا الحمد لله في برنامج الترند من أول برنامج متعامل من حوالي أربع سنين قدر الإمكان بنحاول نكون قريبين جدا من صناع القرار في أي حدث رياضي بيتم بالنسبة لي منظومة الكرة المصرية وبالطبع بشكل خاص فيما يتعلق بالأحداث المرتبطة باسم النادي الأهلي مش في الشأن الإفريقي بس يمكن الناس دايما واخدى عننا انطباع أن احنا متقلقين يعني والحمد لله ناس شايفة اللي احنا في الموضوعات الإفريقية كل الأخبار بتبقى هنا موجودة في برنامج الترند ولكن كمان في الشأن المحلي قدر الإمكان بنحاول نقرب من تفاصيل كتيرة وبنمعد عن موضوعات لما تبقى بشكل رسمي خاصة فيما يتعلق بموضوع السفقات والتدعمات نعرف ده الجزء اللي الناس أكيد نفسها تسمع مننا في تفاصيل ولكن أكيد في الجزئية دي بالذات بنستنى فيها الأمور الرسمية خلال اليومين الثلاثة اللي فاتوا كان مجلس أبوظابي الرياضي مع الشركة المتحدة اتفقوا بشكل رسمي على إقامة النسخة التانية في إمارة أبوظابي ولكن كان الجديد بالنسبة لهذا الموضوع إمتى تقام البطولة وأنا شغال هنا على الهوى جات للتفاصيل اللي قدامكم على الشاشة دي التفاصيل دي دلوقتي أصبحت خلاص رسمية كأس السوبر المصري للأندال أبطال في أبوظابي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الفرق المشاركة هتحضر إلى أبوظابي من 1 أكتوبر عشان تلعب مباراتين نصف النهائي 4 أكتوبر والنهائي 7 أكتوبر قبل ما خش بقى في كواليس الفرق المشاركة والليحة والتفاصيل هفكركم كده قبل الإعلان الرسمي ده احنا قلنا هنا ايه بشأن هذه البطولة في توقيت محدش كان واخد باله خالص ان احنا في شهر 7 هل هيكون فيه تفاصيل متعلقة بالبطولة دي قبل إقامتها بحوالي 3 شهور هنا كان عندنا المعلومة وكان عندنا السب والانفراد وقلت وقت ما جتلي المعلومة بالزبط طبعا مش هكشف عن المصدر لأن المعلومة اللي بتجينا هنا بتبقى معلومة مؤكدة وموثقة وجتلي تفاصيل التفاصيل بس في وقتها وأنا في الفصل على طول رجعت وقلت لكم كل التفاصيل تعالوا نسمحنا اقولنا ايه وهرجع عشان هتكلم بالتأكيد على الفرع المشاركة ومين أبرز الأندية اللي هتكون موجودة في الفترة من واحد حتى 7 أكتوبر في إمارة أبو زبي طيب فيطار الأخبار الحصرية والانفرادات اللي بنا نفرد بها هنا في برنامج الترند ويمكن كنت بتابع معاكم بكلمكم على السوبر الإفريقي ما بين الأهل والزمالك في المملكة العربية السعودية سوبر آخر ولكن سوبر مصري بيذن الله ان شاء الله يمكن خلال ساعات سيتم الإعلان والتحديد بشكل رسمي عن إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من واحد إلى 7 أكتوبر ده كلام يمكن في الاجتماعات وفي الغرف المعلاقة تم الاتفاع عليه بشكل رسمي ما بين الجانب المصري مع الجانب الإماراتي ويمكن ده خبر بنعلنه من خلال شاشة طاقنات الأهل عبر برنامج الترند إن خلال الساعات وفي خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن إقامة مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من واحد حتى 7 أكتوبر الناس كلها بتسأل يعني عن نلعب السوبر مع الزمالك يوم 27 تسعة صحيح في الرياض والأهل هيتير من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة عشان يخوض مباريات السوبر المصر طبعا بنسبة كبيرة إن شاء الله الأهل هيكون طرف أصيل في هذه البطولة نبنتكلم على السوبر المصري في الإمارات بمشاركة أربع فرق وهي البطولة اللي تم تسميتها في المسمى الجديد سوبر المصري للأندال أبطال بمشاركة أربع فرق بطل كأس الربطة بطل كأس مصر وبطل ووصيف الدوري العام فبنسبة كبيرة إن شاء الله نادي الأهل هيكون ممثل في هذه البطولة وهذه البطولة ستنطلق بعد مباريات كأس السوبر الإفريقي اللي هيتلاقف في المملكة العربية السعودية يوم 27 تسعة ده خبر خاص وانفراد لحضراتكم هنا من برنامج التريند لسه وصل لحالاً وتم التأكيد من خلال هذه الموعيد إن السوبر هيتلاقف في الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر وبإذن الله تكون مشاركة جيدة فرصة لبطلتين كبار جداً سوبر إفريق و سوبر مصري في فترة قصيرة جداً ما بين مملكة العربية السعودية في الرياض وفي الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في إمارة أبو زبر وبالفعل كما أكدنا لحضراتكم و وعدناكم إن خلال ساعات أو خلال أيام قليلة جداً هيتم الإعلام بشكل رسمي وبالفعل بعد 48 ساعة بالزبط دي حلقة يوم الحد اللي فات يوم 14 سبعة إمباريح يوم الثلاثاء في حوالي الساعة الثامنة مساء تم الإعلام بشكل رسمي عن كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة وإحنا دايماً بنوعدكم إن الفترة الجاية كل الجديد وكل الحصريات والأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي في كل التفاصيل محلياً وإفريقياً ودولياً هتكون عبر برنامج التريند في شاشة قناة الأهلي طيب الفرق المشاركة شوفنا بالتأكيد الإعلان الرسمي قاله بطل الدوري بطل كأس مصر بطل كأس الربطة وفيه كارت زهبي لاختيار الفريق الرابع اللي هيشارك فيه البطولة طيب بطل الدوري هو المنافسة حالية ما بين الأهلي وبيرامدس ما فيش فريق تاني داخل في المنافسة الحالية بطل كأس الربطة إحنا عارفين نهائي فاينال كأس الربطة هيكون ما بين طلاع الجيش وسيراميكا كليو بطرة فأحدهما اللي هيفوز باللقاء هيتأهل للمشاركة في هذه البطولة اللي هتتلاعب نصف نهائي يوم 14 والنهائي يوم 17 كأس مصر هل هناك اتجاه بالفعل لإقامة نهائي كأس مصر أو المرحلة النهائية من كأس مصر في الفترة من 19 حتى 29 ده هنشوفه في الفترة اللي جاية وإن كان الأمر ده هيكون فيه أزمة كبيرة جدا تتعلق بتفاصيل كتيرة أنا شرحتها مبارح والكارت الزهبي ده اللي هيبقى الاختيار على أساسه هل ممكن يكون وصيف الدوري هل ممكن يكون فريق ليه شعبية كبيرة لفز بالدوري ولا كان وصيف الدوري ولا فز بالكأس لو الكأس خلص ولا كان بطل كأس الربطة ده اللي هنشوفه في الفترة اللي جاية ولكن الرؤية التاجه لتواجد أربع عندية من خلال هذه المعايير بنسبة كبيرة الأهلي بيراميدز الزمالك إذا لم يفوز بأي شيء من البطولات دي ممكن يكون هو ده الكارت الزهبي والفريق الرابع هيكون يا إما سيراميكا كيليوباترا أو طلاقع الجيش عموما خلاص المعاد تم تحديده المباريات هتتلاقي فيه أبو ظبي والفترة اللي جاية هننتظر بقى نشوف الموقف الرسمي للبطولات كلها هتبقى ماشية بأي شكل البطولة هتقلص يوم سبعة والناس من المباريات عمالة تبعدت تقول لي كلامك صح الفاينال سبعة بس سبعة ده أجندة دولية من حصن حظ منتخبنا الوطني في التوقيت ده إن الأجندة الدولية هتبدأ سبعة ولكن أول مباراة في الأجندة دي هتبقى في القاهرة مع منتخب موريتانيا يقدر منتخبنا يحدد المباراة يوم عشرة أو يوم 11 أكتوبر مش هيكون عنده أي أزمة فكرة إنه يعمل معسكر بدري قبل 7 أكتوبر هيعمل معسكر بنا على إيه لا في دوري ولا في كاس فهتبقى فرصة كويسة يستفيد بالسوبر الإفريق ويشوف أفضل لعيبة ويستفيد بالسوبر المصر وفي أربع عنده يتلعب مجموعة من المباراة وبعدها ياخد اللعيبة ويلعب معسكر في شهر عشرة ده المعسكر المنتخب يلعب فيه مباراة رسمية المؤهلة لكاس الأمم في المغرب وبالتالي يقدر يلعب مطش موريتانيا يوم عشرة والأجندة تخلص يوم 15 وقتها موريتانيا هتلعب مصر إما 14 أو 15 وبالتالي مفيش أي أزمة إطلاقا في هذا الموضوع وأكيد الموعيد هيتم إعلانها في التصفيات الإفريقية خلال الفترة اللي جاي ده رقم واحد رقم اتنين مطش الأهل مبارح مع مودرن سبورت هنا من نفس المكان قلت لحضراتكم مطش صعب جدا مطش قوته والفنيات اللي فيه ممكن تكون أقوى من مباراة الأهل والبيرامدز انت بتلاعب فريق عنده خط ادفاع قوي جدا وبالفعل ده اللي حصل مودرن سبورت تقدم بهدف والأهل تعادل وفي الشرط التاني بعد التهييرات الأهل تقدم بهدف تاني لبيرسي تاو مباراة كانت صعبة من جميع الجوانب ولكن لما تبصوا على الأول التشكيل قبل ما روح للقاطات اللي عايز أتكلم عليها كولر بدأ بنفس تشكيل مباراة بيرامدز ولكن استبدل مروان عاطية وبدأ بمحمد مجد أفشا كان ليه فلسفة معينة فيه أداء الفريق لأنه عارف أنه بيلعب فريق دفاعيا قوي جدا فكان محتاج يبدأ بأفشا وإمام عشور عشان كده الآله كان عنده فاعلية هجومية بشكل كبير جدا فيه الجانب الهجوم لما عمل تغييرات نزل بيرسي تاو وريدا سليم مكان حسين الشحات وطاهر وعلى طول جي الهدف التاني لبيرسي تاو بعدها عمل تغييرات بقهرباء وكريم ندفد مكان إمام عشور وعسام أبو علي وعمل نشاط هجومي شوية ونشاط في قسط الملعب يعني بالتالي كانت تغييرات مهمة جدا وأمن دفاعيا بنزول آلي وديانجي مكان أفشا بعد ما خلاص الآلي تقدم بهدفين مقابل هدف إدارة فنية كانت جيدة جدا من مرسي الكلة ولكن بقى تعالوا كل التفاصيل الفنية وكل الكلام المتعلق بالمباراة قال إمبارح في الستوديو التحليل لكن هنا احنا رصدنا المباراة دي من جانب متعلق بالسوشيال ميديا إمبارح الجمهير ركزت على ثلاث لقطات أول لقطة لقطة الهدف الملغي لمحمد مجدي أفش ناس كتيرة عملة تسأل قدامنا اللعبة هي على الشاشة ويمكن حصل اختلاف ما بين خبراء التحكيم في اللعبة دي هل هي فاول ولا الهدف سليم بداية كده عشان أحسم لكم الجدل في اللعبة دي أنا روحت بقى أدور على المعلومة فكرة الرؤية التحكمية كابتن ناصر عباس شرحها بالأمس أكيد واتكلم أن ما كانش فيه خطأ في اللعبة دي وشايف أن الكورة هدف سليم عموما خبراء التحكيم أكيد قادرة مننا في التحليل الفني ولكن أنا عايز أتكلم في جزئية تانية خالص محد نشرح لها إيه هي هو الكابتن محمد عادل وقت ما فيه فاول اتحسب على وثام أبو علي أو فيه احتكاك ما بين عمر السيسي ووثام أبو علي محمد عادل صفر ولا عمل ديلي وبعد ما عمل ديلي وقفشة سدد والكورة دخلت هدف فحسب فاول خدوا مني المعلومة دي بشكل رسم كابتن محمد عادل ما صفرش حط السفارة بقوا وما صفرش وعمل ديلي فالفار هنا راجع اللعبة خدوا بالكم من الكلام اللي جاي ده مهم جدا لأن أنا عارف اللقطة دي أثارت جدل كبير جدا على السوشيال ميديو وأنا هنا بقول لكم معلومة هنا حكم المباراة الكابتن محمد عادل عمل ديلي حط السفارة بقوا ولكن ما صفرش عمل ديلي وهنا الفار كان بيراجع اللعبة طيب هو الحمد لله الأهل يكسب والخطأ ده ما أثرش في نتيجة اللقاء ولكن لما اتعمل ديلي والفار بيراجع نفسي أسأل سؤال للكابتن محمود باسيوني هو أنت يعني بتجري بسرعة عليه في مراجعة أي لعبة فار مع النادي الأهل والله بجد يعني أنا عايز أسألك سؤال وأتمنى أجد إجابة يعني تجيلي الإجابة دلوقت وعن على الهواء تجيلي الإجابة بعد الحلقة تجيلي الإجابة لأسبوع اللي جاي بس أنا بجد السؤال ده نفسي أسألهله من كذا سنة بس جاد فرصة أسألهله تاني لأن الكابتن محمود باسيوني هو اللي كان حاكم فار في مباراة الأهل والجيش في ملعب الجيش في السويس والكورة عادت الخط والكابتن إبراهيم نور الدين ما خدش قرار والكابتن محمود باسيوني ما رجعش اللعبة قال لك كونفيرم إلعب فاكرينه وقتها كان تحسينها بساداتها والمساعد التاني أو المساعد الأول في هذه اللعبة وقتها كان معنا ضيف في قناة الأهل مع الكابتن ناصر عباس وقال له ساعتها يا باسيوني راجع خد وقتك دي لعبة الدوري وبالفعل يا اللعبة دي خسرت الأهل الدوري فالكابتن محمود باسيوني إمبارح برضو ما بين احتساب الكورة فاول على وسام ومراجعة محمود باسيوني للعبة الموضوع ما استمرش حوالي خمس ست ثواني خد وقتك يا كابتن باسيوني ما حدش بيستعجلك والله ما حدش بيقولك هتحصل أزمة ولا مشكلة خد وقتك راجع عندك كذا زاوية استدعي الكابتن محمد عادل هو خد قرار إن الكورة فاول والهدف غير صحيح وملغي أنت إما تأكد القرار لما تاخد وقتك في المراجعة إما تقوله طب تعالي راجع أنا شايف حاجة مش واضحة ليك إنت لا فهاش مشكلة مش غلط على فكرة يعني حكم الملعب لو خد قرار غلط والفار راجعه وقاله لا فيه خطأ والحكم طلع بص على الشاشة وشاف أنه أخطأ المهم في النهاية العدالة اتطبقت هي جماعة حكم الملعب لو أخطأ والفار راجع مش بنحسب لقطة هنا أو يبقى فيه لقطة هنا على حكم الملعب أو فيه لقطة هنا على حكم الفار أنتوا بتكملوا بعض فنفسي أسأل الكابتن محمد باسيوني أنت مستعجل ليه ورق إيه في مباراة الأهل عايز تنجز بسرعة راجع اللعبة واخد وقتك كويس جدا بس أنا بأكد لحضراتكم أن نتعمل ديليه في اللعبة دي والمفروض الكابتن محمد باسيوني كان ياخد وقته في مراجعة اللعبة دي وعموما نحمد ربنا أن المباراة انتهت بفوز الأهل اتنين واحد وأن القرار ده ما أثرش فيه نتيجة اللقاء زي ما أثر فيه قرارات سابقة بالمناسبة كابتن عادل كان بيدير المباراة دي بعد شهرين ما كانش بيدير مباراة في الدوري كان دايما حكم فار وكان رحمتش بتصفات كاس العالم فأنا برضو أسأل سؤال لجنة الحكام الحكام الدولي اللي بتحطون في مباراة صعبة للأهلي ليه بتجيبوهم من بعيد لمباراة زي دي أتمنى بس يكون فيه تركيز في تعينات الحكام وما تبعدوش الحكام الدوليين على المباراة الهمة عشان ما تأثرش على أداءهم في المباراة اللي جاية دي رسالة لللجنة عشان اللي جاي بصراحة مفهوش يعني إيه أي هزار وأنا بفترض دايما الحسن النية لدى لجنة الحكام الحاجة التانية وقت ما مودرن سبورت أحرز هدف التقدم على الأهلي بغض النظر عن الهدف ولكن كان فيه لفتة رائعة جدا وهنا دورنا نبرز الأمور الإيجابية اللي ممكن السوشيال ميديا يركز عليها بصوا هنا لعيب نادي مودرن سبورت خد تي شيرت عليه صورة أحمد رفعت من أحد الإداريين وراح لجمهوري النادي الأهلي اللقطة دي وقت إحراز هدف مرمى الأهلي ولكن أنا عايز أجيب الصورة هنا بصوا على جمهوري الأهلي وقف الصورة هنا وقف الفيديو هنا بصوا جمهوري الأهلي بيعمل إيه أو خلص الفيديو بس يتعرض كده بالبطيق الجمهوري بتسقف دي الحاجات الإيجابية اللي احنا عايزين نعرضها ونبرزها عبر السوشيال ميديا ومن خلال البرامج دخل الأهلي دخل في مرمى الأهلي هدف واللي الفريق اللي جاف في الأهلي هدف واخد تي شيرت أحمد رفعت ورايح نحي الجمهوري الأهلي بيوري اللافتة بتاعت رفعت اللي على التي شيرت جمهوري الأهلي ما افتقرش الهدف وان فرقته ممكن تخسر وان ممكن الماتش ده يؤثر على المنافسع الدوري ولكن جمهوري الأهلي حاسس بالموقف وعارف الموقف على طول كان فيه تحية لأحمد رفعت وتحية لفريق مودر سبورت والدوام والبقاء لله وخالص التعازي لأحمد رفعت وقسرة أحمد رفعت دي لقطة كانت إيجابية جداً في السوشيال ميديا اللقطة التالتة وهي من اللقطات المهمة جداً وبتتقرن للمرة التانية وده يندل على شيء بيدلوا أن انت عندك مدير فني واقف على الخط ما بيهزرش ايده دايماً شغالة وارع وقلم وبيحضر وبيشوف بيشتغل ازاي وقت ما كانت النتيجة تعادوا الإيجابي واحد واحد وبيستعد الإجراء تغيير كان مهم جداً بنزول ريدا سليم وبرستاو مكان حسين الشحات وطاهر محمد طاهر برستاو قد ورقة لمحمد عبد المنان قدامنا على الشاشة هي لما ادالوا الورقة منع ينبص في الورقة وابتدأ يوجه زملائه في وسط الملعب عشان طريقة لعبه معينة هتتنفذ ونزل ريدا سليم عمل كرة عرضية ركنية جات لبرستاو في مكان محدش كان يتخيله بس لما ديجي الكرة دي في الاعادة هتلاقي برستاو واقف عامل نفسه انه هو مش في اللعبة خالص بره اللعبة كلها واقف واكنه مش هيلعب براسه او مش داخل عالكورة ودي اللقطة اللي خد منعم فيها الورقة من برستاو وتلعبت الكرة العرضية بعدها على طول بروكنية عشان ييجي الهدف التالي هي تفاصيل التفاصيل اللي ممكن نشوفها في المباريات ولكن بص برستاو واقف ازاي واقف وموطي ومش مدي اي احساس لمدافعي فريق مدن سبورت انه في اللعبة كورة اكيد كان فيه اتفاق عليها وتدريبات عليها ما بين ريدا سليم وبرستاو اللي اتنين نسلين فوقت واحد مع تعليمات فنية خدها منعم من برستاو عشان يوجه زملائه في وسط الملعب عشان كده الاهل مبارح كان متفوق في التفاصيل دي هي التفاصيل الصغيرة دي اللي ممكن تحسم لك المباريات الصعبة مطش مبارح كان مطش صعب جدا ولكن الحمد لله من خلال عرض اهم اللقطات ورصدنا اهم الموضوعات اللي كانت مثار حديث الجماهير على السوشيال ميديا دي كانت ابرز الموضوعات اللي كنا عايزين نتكلم فيها في مباراة مودرن سبورت طيب نروح لحاجة تالتة وهو طريق الاهلي قطار الاهلي نحو التتويق بالدوري هيبقى ازاي هتكلم في جزئيتين طريق الاهلي نحو الدوري هيبقى فيه نقطتين نقطة متعلقة بموعيد وترتيب المباريات والنقطة التانية هاعمل مقارنة ما بين مسألة الفيربلي والعدالة في المنافسة ما بين الاهلي وبيراميدز طريق الاهلي للتتويق باللقب متبقى عليه تسع مباريات تسع مباريات على رأسهم مباراة بيراميدز اللي جاية يوم 22 سبعة ودي هتكون في ملعب بيراميدز في ستاة تلاتين يونيو في الدفاع الجوي طيب المباراة دي اكيد هتكون مباراة حاسمة وفاصلة ربنا قرمنا ووفانا وكسبنا المباراة دي اكيد هتكون متبقى للاهلي ساعتها تمن مباريات طيب لما يتبقى تمن مباريات يبقى ساعتها انت محتاج تكسب خمسة من التمانية خلاص خمسة من التمانية لان ساعتها الفرق مع بيراميدز هيزيد ان شاء الله لسبعة نقاط فنقدر نقول قبل يوم تمانية تمانية بإذن الله ان شاء الله يبقى يكون الاهلي ان شاء الله حسم الدوري بس تعالوا بص على ترتيب بيراميدز يوم الاتنين اللي جاي المصري في برج العرب يوم ستة وعشرين سيراميكا في القاهرة يوم تسعة وعشرين بعدها بيومين البنك الاهلي واحد تمانية بعدها المقولين اربعة تمانية بعدها سموحة تمانية تمانية زيد احداشر تمانية انبي اربعتاشر تمانية مودرن سبورت اللقاء الاخير يوم سبعتاشر تمانية بص ترتيب المباراة ترتيب قاتل كل تمانية واربعين ساعة واثنين وسبعين ساعة مباراة ده جدول وترتيب مباراة الاهلي تعال بقى نعمل مقارنة مع ترتيب مباراة reproductive عشان في حاجات في النص كده هتعمل لك صدمة على الهواء Pyramids متبقيله ست مباراة في الدور العام ست مباراة في الدور العام هيلعب مع الاهلي يوم الاتنين اللي جاي ده نفسي توقيت مباراة الاهلي برضو يوم 22 سبعة طيب هيلعب مع الزمالك يوم 26 سبعة وده نفسي توقيت مباراةه مع الاهلي والمصر يوم 26 سبعة هل ينفع ممكن نعمل الجدولين قصاد بعد يا جماعة ويندو كده بقلتين قصاد بعد لو ينفع يبقى كويس قوي طيب بعد الأهل ملعب المصري 26 هيلعب يوم 29 ولكن بيراميز هيلعب 30 مع فرقه فواخد يوم زيادة راحة واخد يوم زيادة راحة بص المنافسة بقى والعدالة ما بين الفرق في المراحل الأخيرة في الدوري الأهل هيلعب يوم 26 مع المصري والزمالك هيلعب مع بيراميز 26 بيراميز هيلعب 30 الأهل هيلعب 29 ده رقم واحد رقم اتنين بعد بيراميز وفرق يوم 30 هيلعب مع زيد افسي وم 4 تمانية الأهل هيلعب يوم 1 تمانية وهيلعب 4 تمانية يعني مباراة ومباراة الأهل هيلعب مبارتين ما بين 29 سبعة لأربعة تمانية هيلعب مبارتين بيراميز هيلعب من 37 لأربعة تمانية مباراة واحد هذه أوفرلود مباراة زيادة للنادي الأهل يبقى يوم براحة زيادة البيراميز مباراة زيادة للنادي الأهل من 4 وال 8 إلى 14 الثمانية برامج زيلهاب مع الدخلية من 4 وال 8 إلى 14 تمانية برامج زيلهاب مع الدخلية W14 يعني فيه 10 فيام راحت 10 أيام راحت طب الاهلي من 4 إلى غاية 11 لا من 4 إلى غاية 14 من 4 إلى غاية 14 وهو برامج زيلهاب W14 الاهلي يلعب 14� بس ما بينهم فيه مباراتين هيلعب يوم 8 مع اسموحة وهيلعب يوم 11 مع زد FC فيه overload مباراتين للأهلي بصوا هم نتكلم على مراحل حاسمة لشكل الدولي المؤجلات جابتنا ازاي بالشكل ده بعد كده 14 و 17 برامز مع الداخلية وبرامز وطلع الجيش 14 و 17 امبو والاهلي والاهلي ومودر سبور طب نفترض او مش نفترض ده قرار رسمي برامز هيلعب في الفترة بتاعة 14 و 17 و 8 مباراة تمهيدي افريقيا خارج مصر فبالتالي المباراتين دول هيتأجلوا هل ممكن يتقدموا شوية؟ يتلعبوا في الفترة من 4 ل 14 والاهلي كان هيلعب برضو 8-11 ولا الوضع ساعتها يكون ايه في المنفسة؟ شكل الدوري بترتيب المباريات بالفراغات اللي قلتها لحضراتكم ما فيهاش اي عدالة كلها بتصب لصالح برامز يبقى المؤجلات اللي كانت بتحصل كانت بتحصل لصالح المنفسين ضغط الاهلي في مباريات الدوري بتحصل لصالح المنفسين والكل كان بيراهن على ان الاهلي هيقع بعد ما يخلص مشوار افريقيا زي ما حصل من سنتين ولكن ارادة ربنا كانت فوق كل شيء الاهلي عمل 14 انتصار متتالي في الدوري بعد ما رجع من بطولة افريقيا وفاس بالبطولة على حساب الترج عشان كده الاهلي دخل في المنفسة فدلوقتي هيبقى الرهان على المنفسات اللي جاية رجاءا من جماهير النادي الاهلي افصل وبلاش تعقد مقارنات ولا تحاسب لعبتك ولا تقصو على اي لعب في الفري دلوقتي احنا دلوقتي امام موقعه ومباريات صعبة جدا وطريق ملغم في مشوار الدوري زي ما عرضت المباريات والرحات ما بين المباريات وترتيب المباريات تركزنا على الفترة اللي جاية ازاي نقدر نعد المطابات الصعبة دي طيب ده بالنسبة لامر المتعلق بطريق الاهلي للتتويج باللقب طيب مطشي الالمونيوم دي بطولة جديدة ومشوار جديد ما بتلحقش تاخد نفسك من بطولة لبطولة نهاردة الفري هيستاني في تدريباته واكيد كولر بيحضر بشكل كويس لمطشي الالمونيوم هل هيبقى في روتيشن اكيد كلنا متوقعين ده مين اللي هيكون جاهز للمباراة دي كولر ازاي هيحضر للمباراة دي النهاردة اللاربع والمطشي من الجمعة يعني يا دوبك النهاردة وبكرة معسكر والمباراة من الجمعة كل ده يا كيد هنعرفه من خلال زميلنا كريم احمد المتواجد حاليا في مقر النادي الاهلي بجزيرة عشان نسأله على كافة التفاصيل المتعلقة باستعداد الاهلي لمطشي الالمونيوم مسائل فل يا كريم مسائل خير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحيليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان اخر الاخبار عندك الفريق انتهى من مباراة قوية جدا بالامس عنده مباراة في الالمونيوم او مع الالمونيوم في الكاس مختلفة تماما في التحديات والصعوبات والتجهيز والتحضير ابرز الاخبار عندك لو في جديد قبل استيناف الاهلي للتدريب بعد اقل من نصف ساعة يعني زي كل مرة محمد انا بنقول لابد ان احنا نحايل عيبة النادي الاهلي الحقيقة والجهاز الفني على الفكر والوعي والاصرار اللي احنا بنشوف ورغم الضغط الكبير جدا حالة اللاعبين اللي امكان اكيد ذهنيا مجهدا بدنيا مجهدا بتحاول ان انت في كل مباراة تحقى الهدف المطلوب وهو الثلاث نقاط بتحاول ان انت يكون الشكل العام بالنسبة لفريق النادي الاهلي الشكل اللي يليك باسم النادي الاهلي واللي يرضي جمهور النادي الاهلي لكن هي معادلة صعبة جدا انا محمد في ظل هذا الضغط الرهيب في ظل ان انت بيقع منك لعيبة بترجع لعيبة بتحاول ان انت تعمل روتيشن في اكتر من مركز عشان تقدر توصل للنهاية بالهدف المطلوب للنادي الاهلي وهو الحصول والحفاظ على لقب بطولة الدوري العام فيمكن حقيقة لعيبة النادي الاهلي على مباراة الامس لسه المشوار طويل بالنسبة لبطولة الدوري العام لكن الشيء المهم جدا وما يميز فريق النادي الاهلي هو الفصل بين البطولات وده امر مهم جدا بطولة الدوري لها اختلاف كبير باشكالها عن بطولة كأس مصر النوك اوت او مباراة النوك اوت بتحتاج مجود كبير جدا وتركيز كبير جدا انصاف الفرص لابد يكون استغلالها فده امر مهم جدا بالتأكيد كولر اتكلم مع العيبة النادي الاهلي وهيتكلم ايضا كمان معهم النهاردة قبل انطلاق المران هيقابل اكيد كولر بعض الصعوبات محمد في التحضير الخاص بالمباراة زي كل مباراة كانت فترة طويلة جدا فترة التواقف بالنسبة لهم او الدوري الخاص بهم عشان كده بنتمنى ان شاء الله يكون كولر محدر سنرهات كتيرة جدا لهذه المباراة بالتأكيد الالمونيوم عنده المعنوياته عنده التركيز وبيحاول ان هو يقابل نادي الاهلي كان نادي القرن مباراة بطولة لكن مباراة الكاز فيها مفاجآت عشان كده بنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون اختيار التوليفة المستر كولر اللي هيكون معاه في قائمة هديئة المباراة لعيبة اللي جاهزة الرجل بيحاول ان هو يريح محمد بعض اللعيبة لان سامعك بتتكلم على مباراة بيرمز وسامعك بتتكلم على مشواره عندنا مباراة مهمة جدا جدا وهي مباراة بيرمز لكن معودنا النادي الاهلي مع كولر مباراة مباراة بتقفل الصفحة بتركز في المباراة القادمة لكن ان شاء الله باذن الله لقابتنا تكون بقيمة تركيزة في مباراة الكاس اللي زي ما بقول لك محمد وانت عارف مباراة النوك اوت بتحتاج تركيز كبير وبتحتاج ان انت تنهي المباراة تحت اي وضع او تحت اي بند مهما كانت الضغطات ومهما كانت التعب الزهني والبدني بنسبة لعيبة النادي الاهلي فان شاء الله النهاردة تدريب النادي الاهلي كان معتاد بعد المباراة ريكافري طبعا لكل اللعيبة اللي شاركت جرعة تدريبية كاملة للعبين اللي بيحاول مستر كولير يحضرهم سواء على المستوى الذهني او ايضا كمان على المستوى التكتيكي الراجل بيشرح امور كثيرة جدا عملي وبيبدأ يطباها لكن الوقت ولاية لمحمد النهاردة ريكافري بكرة تدريب وحيد لمعسكر مباشرة الى احد الفنادي طبعا القريبة جدا من الساد القهيرة كالعادة ثم مباراة يوم الجمعة فان شاء الله بإذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الكاس يمكن زي ما احنا عارفين السلية وعمر كمال غابوا عن المباراة الماضية لكن من المعلومات اللي وصلنا ان عمر كمال بمشيئة الله يكون متواجد في قائمة فريق النادي الاهلي مباراة الالمونيوم القادمة السلية فيه تأني كبير جدا عليه الرجل اشتكى من السمانة فبيحاولوا انهم يدولوا متسع من الوقت عشان يكون ريكافوري بالنسبة للسلية وتأهيل كامل على اساس بإذن الله ان شاء الله يكون في قم تقلقه وقم الجهازيته في مباراة بيرمز في بطولة الدور الأمور الحمد لله محمد بالنسبة الفريق النادي الاهلي طيبة المستمع نويات مرتفعة جدا الكل المركز كل عارف ان هي تحديات لكن التحيات دي ان شاء الله بإذن الله ما بتكلل بالنجاح الأمور كلها بتختلف بشكل كبير جدا وبتحصل على الثلاث نقاط الأمور كلها بتنتهي وبتحسش بأي تعب أو أي مجهود فات فإن شاء الله بإذن الله كولر يكون جاهز لعبتها يكون جاهزة ويا رب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يكون خطوة مهمة جدا في بطولة كأس مصر وانتلقية تكون مباراة الألمونيوم بمشيتي الله بازد الله زي مننا العزيز كريم أحمد مفد قناة الأهلي شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر النادي الأهلي في الجزيرة قبل استئناف تدريبات بعد نصف ساعة من الآن نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب أكيد عايزة أطمنكم دلوقتي على أحمد نبيل كوكا نجم خط وسط فريق النادي الأهلي والمنضم حاليا مع المنتخب الأولمبي اللي بيستعد في فرنسا للألعاب الأولمبية في باريس أحمد نبيل كوكا كان تعرض لإصابة في منتصف الشوت الأول في مباراة أوكرانيا الودية مع منتخبنا الأولمبي وخرج على أثرها بسبب الإصابة وعلى طول أجرى أشعة دكتور طريق سليمان رئيس الجهاز الطبي لمنتخبنا الأولمبي قال إن الأشعة اللي أجريت للعاب أحمد نبيل كوكا أثبتت وجود كدمة في وجه القدم في المنطقة القريبة من الإصابة القديمة على فكرة كوكا كان عنده أصابة مشت القدم قبل كده فهي في نفس المكان قريبة من نفس المكان يعني قال إحنا بنحاول نجاهز اللعب والإصابة أو الأشعة قالت إن هي كدمة قوية ولكن إن شاء الله الأمور هتكون بسيطة وتم إختار الجهاز الطبي للنادي الأهلي بيكافة التفاصيل واللعب دلوقتي بيجري جلسات علاجية وتأهلية تحت إشراف دكتور صلاح عشور أقصائي التأهيل والعلاج الطبيب ومعدل جلستين في اليوم نتمنى بإذن الله كوكا جاهز على المباراة الرسمية هتبدأ يوم 24 سبعة طيب النهاردة المنتخب يلعب مباراة الدية مع العراق الساعة 6 في بردو في فرنسا التشكيل يلعب بيه منتخب من النهاردة قضامكم هو على الشاشة بعد أقل من 23 دقيقة حمزة علاء في حراسة المرمى وعمر فايد اللعب المحترف فيه الدوري السربي وارمعار من فنار بخشاء التركي معاه أحمد عيد في الدفاع حسام عبد المجيد كريمي دبيس ده خط الدفاع مع حمزة علاء حارس المرمى نص الملعب محمد شحطة محمد إنني كابتن المنتخب أحمد عاطف وفي الهجوم أحمد سيد زيزو وابراهيم عادل وأسامة فيصل على دكة البودلاء في مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سيجا ومحمد حمدي وبلال مظهر ومحمد طارق وكوكا على الدكة بس أعتقد مش هي لعب يعني هو خلاص عندنا المعلوم ان هو مصاب ومصطفى سعد ميسي وزياد كمال ومحمود صادر طيب ده تشكيل منتخبنا الأولمبي نتمنى التوفيق رب لمنتخبنا الأولمبي عندهم مباراة صعبة جدا يوم 24 و 27 و 37 كل 48 ساعة مباراة مع الدومنيكان وأسباكستان والختام مع منتخب أسبانيا وإن شاء الله المنتخب يتأهل إلى دور التمانيا زي الإنجاز اللي اتحقق في البطولة الماضية في توكي بالوصول لدور التمانيا وإن شاء الله يكملوا ويروحوا للمربع الزهبي وليما لا يلعبوا على ميدالي طيب آخر الأخبار الحصرية اللي معنا النهاردة وأنا سايبه آخر حاجة لأنه من الموضوعات المهمة جدا وخدوا مني الكلام ده من دلوقتي بدري بدري كده مطش السوبر ما بين الأهل والزمارك 27 و 29 النهاردة احنا بنتكلم قبل المطش في حوالي شهرين و 10 أيام مين حكام السوبر الإفريقي؟ هل ممكن يكون حكم مصري؟ بسؤال ممكن بنترحه الناس تقول لي إزاي حكم مصري هو برضو الأهل وزمك سوبر إفريقي وأكيد ممكن يكون حكم مصري لأنه انت هنا ما عندكش منافس آخر غير مصري هل ممكن الاتحاد الإفريقي يفكر فيها بالشكل ده؟ ولا الاتحاد الإفريقي هيفكر بشكل مختلف؟ أنا أقول لكم الاتحاد الإفريقي بيفكر إزاي؟ الاتحاد الإفريقي بيفكر أنه هيختار حكام السوبر من قيمة المحترفين مش من حكام النهبة حكام مباراة السوبر هيكونوا من قيمة المحترفين مش من حكام النهبة هو في فرق؟ طبعاً في فرق حكام المحترفين مجموعة معينة عدد معين اللي التحدي الافريقي بيعمل بهم معسكرات كل فترة عشان بيعتمد عليهم في المباريات المهمة والكبيرة اللي فيها إيفنتات زي فاينال دوري الأبطال فاينال الكونفيدرالية السوبر الإفريقي نهاي كاس الأمم دي الأحداث الكبيرة على فكرة القيمة دي فيها حكم مصري وهو الكابتن أمين عمر أكشف لكم على سر القيمة دي حالياً بدأت معسكر في كودفوار في العاصمة أبي جان النهاردة ختام المعسكر المعسكر بدأ من يوم 13 سبعة حتى يوم 17 سبعة فالنهاردة ختام المعسكر هل الكاف هيحضر لمعسكر آخر؟ زي ما أنتوا شايفين على الشاشة وده خبر خاص لبرنامج الترند في معسكر تاني لنفس القيمة دي قيمة البروفيشنال هيكون في شهر تسعة قبل معاهد السوبر بأيام قليلة جداً مكان المعسكر وتوقيت المعسكر إمتى في شهر تسعة هكشف عنه في الحلقات اللي جاية ولكن خلاص اتخذ قرار رسمي أن القيمة دي بالحكام المرشحة دي هتعمل معسكر في شهر تسعة قبل لقاء السوبر عشان يطلعوا من المعسكر يختاروا طاقم التحكيم اللي هيجير اللقاء القيمة والمجموعة دي فيها حكم مصري وهو الكابتن أمين عمر ممكن يقول لك أهل وزمانك في الاتين من مصر فنجيب حكم مصري؟ كل شيء وارد الله أعلم القرار وقتها يباقيه ولكن تعالوا نشوف مين هم أبرز الحكام اللي موجودين في معسكر أبيتجان واللي هيكونوا موجودين في معسكر شهر تسعة قبل مباراة السوبر ودي القيمة اللي مش هتخرج منها حكام مباراة السوبر والقيمة فيها مفجأة ليه؟ لأنه دخل عنصر نساء جديد على قيمة المحترفين أبرزهم الحكام المغربية بشرة كربوني الحكام الجنوب إفريقية إخوان مكاليمة دي موجودة دلوقتي في قيمة البروفيشنال وانضمت لقيمة البروفيشنال موجودين من الأبرز فاكرين بير قدشوا لغدار السوبر ما بين الأهل والتحاد العاصمة هو اللي موجود في قيمة المحترفين معاهم معتز الشلماني مصطفى غربال جون جاك نادالا من الكونغو في عيسى سي من السنغال في كمان من تشاد الحج آليو وفي من رواندا سامويل أوكيندا وفي من ليبيا زي ما ألتلكم معتز الشلماني في جلال جيد من المغرب وفي طوم أبونجيل من جنوب إفريقيا وفي كمان محمود علي من السودان دي أبرز الحكام اللي موجودين في قيمة البروفيشنال واللي ممكن تكون مرشحة لإدارة السوبر الإفريقي والبداية من الحساب الرسمي للنادي الأهلي والنهاردة الحساب الرسمي بيحتفل برامي ربيعة لعب بقميس النادي الأهلي 300 مباراة رقم قياسي وكبير جدا لنجم خطة فعل نادي الأهلي عبر مشوار طويل مستمر منذ حوالي أكتر من 10-12 سنة بالتوفيق لرامي ربيعة فيما هو قادم بإذن الله 300 مباراة بقميس النادي الأهلي حساب بطولات بيتكلم على وسام أبو علي ومرس الكولر وفريق الأهلي في آخر 14 مباراة بالدوري 14 فوز انتصارات متتالية سجل الأهلي 35 استقبل 10 أهداف لا أحد يستطيع إيقاف المارد الأحمر إذا كسبنا بيراميز الاتنين الجاي هتكون قصرنا رقم بيراميز في 14 انتصار لأنه خسر مباراةه مع الأهلي وساعة الأهلي هيكون عمل أكبر سلسلة انتصارات في الدوري هذا الموسم نروح كمان لحساب أخبار الدوري سبورت 360 بيقولوا للمرة الأولى في مسيرته إمام عشور يصل إلى حاجز العشر أهداف في موسم واحد نسخة ممتعة يقدمها ساحر المارد الأحمر أكيد لأنه بيلعب في الأهلي طيب ملعب القايرة 24 بيتكلم على تطورات مستقبل قندوسي مع الأهلي خلال الفترة اللي جاية التطورات متعلقة أن مصدر مقرب من القندوسي قال إيه لجنة التخطيط طلبت بعودة اللاعب مرس الكولر لسه مبلغش قندوسي بموقفه النهائي ونادي الشمال القطري اللي بتقالي أن عايز القندوسي لم يقدم عرض رسمي حتى الآن عموماً هنشوف الجديد في الأيام اللي جاية المصر الرياضي يمكن خبر أو تصريح للمزير الرياضي لسوتشي الروسي بيقولوا أن النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم اللاعب يحيى عطية الله وأنا المعلومات اللي عندي أن يحيى عطية الله عنده شرط جزائي في عقده مع النادي الروسي لو الفريق هبط للدرجة الثانية أي نادي عايز يشتريه يدفع شرط جزائي والموضوع ينتهي طيب نروح لحساب قاهرة 24 كولر يتمسك بضم بديل معلول ويحذر من تقرار سيناريو بالعيد قاهرة 24 بيتكلم على نفس الخبر اللي كان موجود في المصر الرياضي متعلق بياحي عطية الله عموما هنشوفي الكلام ده في الأيام اللي جاية بطلات بيتكلم على كريستو جوهر العزار المتحدث الرسمي للصفاقسي قال إحنا خلاص في مفاوضات مستمرة مع الأهلي كل شيء تم الاتفاع عليه متبقب فقط توقيع كريستو على العقود الرسمية وكريستو ليه رغبة أنه يرجع تاني يلعب في الدوري التونسي ملعب القاهرة 24 بيتكلم على الروتيشن في مطشي ألمونيوم في كأس مصر مصطفى شبيرت بنسبة كبيرة هي عود لحراسة مرمى الأهلي في مطشي الألمونيوم الوطن الرياضي بيتكلم على الروتيشن تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي أمام الألمونيوم في الكاس نفس الأمر القاهرة 24 بيتكلم على الروتيشن إن عمر كمال عبدالواحد هيقترب من المشاركة في مركز الزهير الأيمن في مطشي الألمونيوم عشان يكون فيه راحة للعيبة تانية عشان ماتش بيراميز وتحضير عمر لماتش بيراميز نفس الامر كورا بلاص بيتكلم عن الروتيشن كولر يفكر في الدفع بكهرباء في مشاركة الاهلي أمام الألمونيوم ويكون في راحة لوسام عشان ماتش بيراميز يوم اللي اتنين اللي جاي نروح للترند المحلي الألعاب الأولمبية في باريس خلاص بقى أسبوع على انطلاق هذه البطولة الدورة الأولمبية ثلاث مباريات في يوم واحد تعالوا نشوف كده جدوى المنتخبات مصر الجامعية في الألعاب الأولمبية لو علش منا كده موعيد ماتشات كرة القدم يوم 24 و27 و30 دي مباريات مصر هنلعب مع الدومنيكان يوم 24 الاساعة 6 مع أسباكستان يوم 27 الاساعة 6 يوم 30 الجولة الختمية الساعة 4 تعالوا بقى على اليمين هنا ماتشات منتخب مصر كرة اليد الساعة 12 الظهر يوم 27 و26 مع المجر يوم 29 و26 هنلعب مع الدنمارك الساعة 3 العصر مع فرنسا يوم 31 ساعة 8 يوم 2 تمانية هنلعب الساعة 10 أعتقد 10 مساء مع النرويج تحت دي ماتشات الكرة الطيرة لمنتخب مصر الأولمبي للكرة الطيرة هنلعب مع أبولندا الساعة 6 يوم 27 يوم 30 مع إيطاليا يوم 2 تمانية الساعة 2 الظهر مع البرازيل يعني يوم 27 ويوم 30 في ماتشات للطيرة ولكرة القدم طيب نروح بقى للمشاركات وطرحنا سؤال في بداية الحلقة رأيكم في أداء الأهلي في مباراة مدرن سبورت ومين ما نقفزمتش من وجهة نظركم ياسر بيقول أداء جيد والأهم الثلاث نقاط في ظل ضغط المباريات وإن شاء الله الدوري أهلاوي وأحسن لاعب كريم فؤاد متفق مع ما نقفزمتش مبارح محمد بيقول أداء نستطيع القول أنه جيد في ظل الظروف الرهنة من إصابات وغيابات وضغط مباريات أفضل لاعب بشوفه أفشة تفوق على نفسه طيب يعني أنا شايفة كريم فؤاد وأفشة بصراحة برحل كل كان عام المباراة كبيرة ولكن بالطبع يعني كريم فؤاد بقاله فترة متقلق في مركز الظاهير الأيصر وأفشة راجع من جديد بشكل رائع جداً في الختام وفي ختام حلقة نهاية الأسبوع بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير بإذن الله يوم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكراً وإلى اللقاء